اشتركوا في القناة وتستلهم من الرؤى والتطلعات الملكية السامية وتعمل على ترجمتها من خلال اداء المهام والمسؤوليات الوطنية التي تؤديها السلطة التشريعية وان توجيهات جلالة الملك المعظم ترفض المسيرة التشريعية بالنجاحات وتفتح مسارات الرحبة للتعاون والتشاور مع السلطة التنفيذية كما واعرب رئيس مجلس الشورى والنواب عن الاعتزاز والفخر بالمستويات التي واصلت اليها مجالات التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيدين باهتمام ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص سموه على تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية من اجل استدامة نهضة وازدهار مملكة البحرين كما وأثنى رئيس مجلس الشورى والنواب على الجهود المخلصة التي يبدلها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والنواب من أجل تحديث القوانين النافذة وتطوير منظومة التشريعات الوطنية الداعمة للإستراتيجيات والخطط التنموية الشاملة التي تستهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة آخر المستجدات والاستعدادات القائمة لاستضافة اجتماعات الجمعية السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة الذي سيقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس المقبل بمشاركة وحضور رؤساء وممثلي برلمانات العالم إلى جانب عدد من الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية